متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة حتكلم عن نموذج من نماذج الصوت اللي أنا شايفة يعني ناس كتير بتتكلم عنها في الفترة الأخيرة وبالذات المحتوى الأجنبي وهذا النموذج ليه بيتكلم عنه المحتوى الأجنبي بالذات؟ لأنه هو مش بيدعم اللغة العربية ولكن هل هذا النموذج نموذج توليد الصوت قوي واللي بيمكني أيضاً من استنساخ صوتي أو لو أنا مثلاً عملت جنريت لصوت بي 11 لابس على سبيل المثال أو من أي موقع من موقع توليد الصوت وعايز النص بتاعي يتقال بصوت يشبه هذا الصوت قدرنا أنا أرفع هذا الصوت واستخدمه هرجع تاني هنا أقولك ما ينفعش تستخدم أصوات حد موجود بالفعل أو حتى لو مش بوجود أشخاص حقيقيين فيعني أنا الموضوع ده قبل كده نويته عليه كتير جداً فأنت ممكن تستنسخ صوتك أو لو في صوت من الأصوات أنت مثلاً أنشأته باستخدام أي موقع من مواقع توليد الصوت ما هو هذا النموذج؟ أولاً النموذج ده هو Shutterbox TTS موجود على Hugging Face ومن زمان وأنا بقول لكم اللي Spaces بتاعة Hugging Face فيها نمازج جيدة جداً في مجالات مختلفة سواء كان 3D Modeling سواء كان الكود جنريشن الامج أديتينج الامج جنريشن الفيديو جنريشن التكست جنريشن وغيره وطبعاً الكاتجوريز أو الفئات كلها موجودة هنا تقدر تبص على واحد واحد وتشوف النماذج الموجودة من خلال هذه الفئة النموذج اللي حتكلم عنه هو Shutterbox TTS حطي لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو واللي من خلاله حتعمل القاتي هنا انت بتحط النص بتاعك والنص هنا بيكون باللغة الإنجليزية زي ما قلت لك لا يدعم اللغة العربية أنا جربته في اللغة العربية لا يدعم اللغة العربية انت هنا حتحط النص بتاعك وقدامك حاجتين ممكن ان انت تسجل بصوتك تقرأ مثلاً النص من عندك بصوتك والصوت ده تستخدمه بشكل مستمر في إنشاء التكست أو لو انت عندك صوت الصوت ده يعني مسموح لك ان انت تستخدمه وأنشأته بأي نموذج زكاء استناعي آخر تقدر ان انت تعمل به النص أنا حبتدي أرفع صوت من الأصوات كنت عملته على Eleven Labs هذا هو الصوت أنا هنا حبتدي أحط النص اللي أنا عايزة مثلاً النص هنا لازم ما يزيتش عن 300 characters فأنت هنا كل مرة حتبتدي تحط نص من 300 characters وينشئ لك الأوديو تعمله download وتحط 300 characters وينشئ لك ده الماكسيمم يعني وينشئ لك الأوديو وفيه إمكانية ان انت تتحكم فيه ممكن تزوده حاجة بسيطة تقلله حاجة بسيطة وتختبره كل مرة الـ CFG باجيش جنبها بسيبها زي ما هي والـ CFG منتها البساطة لأننا أحب برضو ان انت تبقى فاهم الاعدادات وتستخدم دا امتا ودا امتا الـ CFG هو عبارة عن حاجة كده ممكن نقول عنها بمنتها البساطة زر التحكم ما بين الإبداع والالتزام بالتعليمات يعني ايه CFG هو الـ Classifier Free Guidance وأصلا كان بيستخدم مع الصور ولاحقا بدأ يستخدم في توليد الصور بالذكاء الاصطنوعي وهو متعلق بالنبرة أو المشاعر فالـ CFG مثلا لو واحد لو الجملة مثلا مرحبا بك في قناة كل يوم موقع جديد لو أنا عايزة النبرة تكون هدية أكتر فالـ CFG مثلا هيكون على واحد لو خليته على خمسة هتبقى الطريقة فيها دقة ووضوح شديد ولكن خد بالك من حاجة الـ CFG لو قمته عالية جدا ممكن يخلي الصوت متكلف أو متصنع لو كانت الـ CFG قمتها منخفضة جدا ممكن تخلي الصوت يبتعد عن المطلوب ويضيف عشوائية أنت مش عايزها فعشان كده أنا قلت لك خلي الـ CFG زي ما هو أو ابتدي أني انت عدل فيه حاجة بسيطة قلل زود حاجة بسيطة واسمع الناتج عامل إزاي لحد ما توصل للإعداد أو الإعدادات اللي انت شايفها مناسبة لك فيه مور أوبشنز تحت هنا الـ Random Seed بالنسبة للصوت هنا الـ Temperature ممكن أنت هنا يعني تزودها برضو شوية تقللها شوية وتشوف النتيجة هتمشي معاك إزاي أنا هسيب كل حاجة في النسبة لي الـ Setting أو الإعدادات زي ما هي مش هلعب فيها هنا أنا حبتدي أحط الـ Text بتاعي وزي ما قلت لك ما يزيدش عن 300 characters وبعد كده حبتدي أرفع الصوت أو أسجل الصوت بتاعي ممكن أسجل الصوت بتاعي فأنا كده حب أستنسخت صوتي علشان كل مرة عندي نص عايزة أقوله بصوتي أرفع هنا الأوديو الخاص بصوتي وحط النص اللي أنا عايزة أقوله بصوتي وهكذا ده صوت زي ما قلت لك أنا كنت عملته بـ 11 Labs وقادي النص وحنبتدي نعمل Generate وحنسمع النتيجة بعد ما ينتهي من توليد الصوت هوا ما بياخدش وقت كبير يعني أعتقد الموضوع كله ما خدش وقت زي ما احنا شايفين 13 ثانية هنبتدي نعمل الصوت وحتسمع دلوقتي الصوت طب لو حبيت إن أنا أستنسخت صوتي هعمل إيه هبتدي أروح هدوس على المايك وأبتدي أدوس record وأبتدي إن أنا أسجل هنا حيطلب مني السماح أو عمل Allow لي المايك إن هو يأكسسها المايك هقوله Allow this time Managing your income wisely is essential for achieving financial stability reducing stress and planning for the future whether you are earning a salary freelancing or running your own business here is a step-by-step guide to help you take control of your finances بعد بتسجل بتبتدي إن أنت تعمل generate لي الصوت Managing your income wisely is essential for achieving financial stability reducing stress and planning for the future whether you are earning a salary freelancing or running your own business زي ما احنا شايفين الصوت مقارب شوية الصوتي طبعا أنا مفوض إن أنا أسجل أفضل من كده بس تلاقي إني بسجل الشاشة وبسجل من المايك ولكن لازم تكون أنت مستعد أكتر وإنت بتقرأ وتتأكد إن ما فيش أي أخطاء وهكذا ده بالنسبة لستنساخ كمان صوتك من خلال Shutterbox TTS Demo مشكلته إيه؟ مشكلته إنه هو لسه ما بيدعمش اللغة العربية أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة فيديو سريع ومهم للبعض اللي بيعمل محتوى باللغة الإنجليزية أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت لو كنتم متابعين الأعزاء ولو كنت بتشوفنا الأول مرة متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد تنتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته